نشوف بقى البييرو ونروح للمباراة الاولى طبعا وهي ام بي والنادي المصر عندي اربع حالات وعندي الهدف الحالة الاولى دي لام بي في الدقيقة عشرة من زمن المباراة ودي هجمة لصالح ام بي من حتى شماله وضربة رأسة رائعة جدا جدا لكن اعتلت العرضة نشوفها كده مرة تانية مع بعض برضو وهنا طبعا ده رامي صابري المتعهد ضربات الرأس الرائعة يعني طبعا هنا لعبة النادي المصري فيه كسافة عددية جيدة كل اللعيبة تقريبا موجودة في المنطقة دي لكن هنا ايجادة ضربات الرأس الرائعة طلع رامي صابري كالعادة وزقها زقها حلوة قوي قوي كان ممكن تسكن الزاوية العكسية العليا الفرصة التانية في الديها 17 للنادي المصري وهجمة للنادي المصري من قلب الملعب وتقدم وتزديدة سلام عطية ولكن فيه متناول الحارس طبعا هنا برضو لعيبة امبي سمحوله بالتقدم في هذه المساحة دخل وكمل محدش قبله من مسافة حوالي 23 يارضة سدد لكن فيه ايد الحارس الحالة التالتة لنادي امبي كانت في الديها 43 وهجمة من ناحية الشمال ومحمد الشريف اللعيب الكبير اللي عليه السبوت ده وداخل وعلى شماله تزديدة حلوة جدا 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 وهو مكسب كبير حاليا لحياء هذا اللاعب لنادي امبي لكن كانت فيه متناول الحارس الحالة الرابعة وهي الهدف طبعا محمد شريف محمد شريف هنا استغل خطأ قاتل لمدافع نادي المصري مدافع المصري بيرجع بقوة مش طبيعية كرة في المنطقة دي ماينفعش ماينفعش طبعا راح بالزكاء شديد جدا طب هنا يعني انا مش عايزة لومه كتير عشان ما زعلوش لكن انت لما بص هنا قبل ما نعمل اي حاج واقف هنا كده انت النهاردة عندك مليون حاجة تعملها بتكلم لعب مين لعب النادي المصري اللي حط عليه دايرة هؤ ده الراجل ده عندك مليون حاجة تعملها غير ان انت تعمل ده يعني عندك تعمل ايه عندك ان انت ممكن جدا جدا تاخد بعدك وتحرك الكرة في الاتجاه ده او حتى تطلعها برغم مش حد تضغط عليك اطلاقا اطلاقا عندك اذا انت حد تضغط عليك وطبعا قدامنا مفيش حد ضغط عليه خلص تطلع الكرة اوت هنا مثلا عايز تاخدها وتلف بيها وترجع وتطلع على وسط الملعب ومفيش حد قريب منك وضع طبيعي جدا 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 اختار يعني اختياره انه هو متأكد من الباص هو الباص عايز اعملها المين عايز اعملها الازمين والراجل ده عايز اعمل الراجل ده عايز اعمل الباص في رجله كده لكن ما عملش حسابه ان محمد شريف اللي هو في المنطقة دي ممكن جدا جدا يكون عنده رؤية مختلفة فكانت النتيجة ان هو عمل الباص بتاعه طويل اوي 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 انا اسف محمد شريف اللي هو كان هنا انا اسف هرجع تاني محمد شريف اللي هو اللي هو ده سوري اهقف هنا محمد شريف اللي هو الراجل ده اللي هو ده هو ما عملش حسابه ان ده ممكن يضغط جدا 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 لأنه الباص بتاعته غير منضبطة على الإطلاق وعايز يبني هجمة بس إذا أنت مش متأكد مليون المية من كرتك هتروح في قدم زميلك خد كل الحلول اللي أنا قلتها لك هو ما يخدش ولا حل من دول وكانت النتيجة طبعا أنه هو تلعبته الكرة طويلا قد عليها محمد شريف برافيا محمد روعة 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 وأسكنها الشباك الهدف الوحيد في هذه المباراة طبعا هو معار من نادي الأهلي طبعا الانبي كلنا عارفين في ديئة تسعين وده الهدف الخمس على فكرة لمحمد شريف الدول في ديئة تسعين ومهاجمة لنادي امبي وإسلام عطية وإسلام أسولي المصري وإسلام عطية كان ممكن جدا جدا يتعادل بها النادي المصري عايز أقول النادي المصري لعب مباراة فيها استحواز علي جدا عشان نكون برضو محقين في الأمر يعني مباراة لعبها فيها استحواز كبير جدا عكور لكن الاستحواز ما هواش كل حاجة في كرة القدم زي ما احنا عارفين يعني هناك لابد من تطوير الأداء بشكل هجومي حقيقي امبي ارتد كمان زيادة قوي في الدفاع لكن انا بعذر الكابتن حلمي طولان ليه؟ لانه هو في موقف حارج جدا في جدول الدولة يعني انت متفرج على المباراة انا شفت الشوت تاني تحديدنا شفته بالكامل وشفت ان دي المصري محاصر انبي حصار غير طبيعي وانبي مش قادرة تطلع بالكرة من مطقة الثمنتاشر يعني ثانية والتانية بتتاخد منهم الكرة ويبتدي المصري ينقل الكرة زي ما هو عايز لكن دون بناء هجومي خطير ليه؟ لانه الكابتن حلمي طولان اختار تواعية واختيارا انه هو ينزرع جوة الثمنتاشر وامامها لانه في موقف صعب في جدول الدولة واحنا بنعذره في ده لكن في الوضع الطبيعي دي مشكور اطلاق اطلاق لكن خلينا نؤكد انه الاستحواز ملوش اهمية بدون خطورة حقيقية وفي الجانب الاخر كابتن حلمي طولان لعب النهاردة بهذه الطريقة على امل ان هو يخطف الثلاث نقط لصعوبة موقفه وحرج موقفه لكن هذه الطريقة لا يمكن ان تقيم فريقا قويا حقيقيا في جدول المسابع لكن هو يبحث عن النقاط عشان ينفد فيه من منطقة الهبوط طيب